ويقول له يا ابا اليسيد ان الليلة هي عيد النصارى فتوفى واذهب اليهم في ديرهم وسوف تجد من حكمة الله عجبا فتوفى ابا اليسيد ودخل دير النصارى في مدينة البصرة ولما قام ابوهم ليلقي الكلمة عليهم قال لهم انا لا استطيع ان اتحدث وبينما رجل محمدي دخل الدير علينا فقالوا له يا ابانا وما ادرك ان له محمدي فقال لهم ان اصحاب محمد فيما هم في وجوههم من اثر الزجود فلما شر الى ابا اليسيد وقال له اخرج قال ابو اليسيد والله لا اخرج حتى يحكم الله بيني وبينكم وهو خير الحاكمين فقال ابوهم سنرجه اليك اسئلة ان اجفتنا عنها امنا بنبيك وان اجفت عن سؤال واحد لن تخرج الا محمولا على اكتاثنا قسيلا فقال ابو اليسيد سلماشي فقال الضابا ما هو الواحد الذي لا ثاني له وما هما الاثنان اللذان لا ثالث لهم وما هي الثلاثة التي لا رابعة لها وما الاربعة التي لا خامسة لها وما الخمسة التي لا ثابسة لها وما السكة التي لا ثابع لها وما السبعة التي لا ثامنة لها وما الثمانية التي لا تاسع لها وما التسعة التي لا عاشر لها وما هي العشرة التي تقبل الزيادة ومن هم الأحد عشر أخا وما هي المعجزة المكونة من الثلاثة التي أخبر أحد أفرادها بأنهم ثلاثة عشر وما هي الأربعة عشر شيئا التي كلمت الله وما هو الشيء الذي تنفس ولا روح فيه وما هو القبر الذي مشى بصاحبه وما هو الشيء الذي خلقه الله والتعظم وما هو الشيء الذي خلقه الله والتنكر وما هي الأشياء التي خلقت من غير أب ولا أم ثم ما هي الزاريات بأوة والحاملات وقرة والجاريات يسرى والمقسمات أمرة وما هي الشجرة المكونة من الثلاثة عشر غصلا في كل غصر ثلاثون ورقة في كل ورقة خمس ثمراي ثلاثة في الظل واثنان في الشم أجب يا أبا اليسيد وقام أبا اليسيد وقد ألقى الله برد السكينة في قلبه فقال له أما الواحد الذي لا ثاني له فقل هو الله وحد وأما الاثنان لا ثاني لا ثالث لهما فهما الليل والنهار وجعلنا الليل والنهار آيتي وأما الثلاثة التي لا رابعة لها فأعفار موسى عليه السلام للخضر رضي الله عنه إذا ركب في السكينة إذا لقى غلاما فقتله إذا أتى يا أهل قرياط استطعم أهلها قال هذا فراق بيني وبين الأربعة التي لا خامس لها هي الطورات والذبور والإنجيل والقرآن الخمسة التي لا سابس لها خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليل الشدة التي لا سابعة لها ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في سدة أيام قال له القسيس فلماذا قال في آخر الآية وما مسنا من لغوب فقال يا أبو اليسيد لأن اليهود قالوا إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم أصابه التعب فالصراح يوم الزبط فقال لهم الله وما مسنا من لغوب يعني ما تعدنا حتى نستريح أما السبعة التي لا ثامن لها الذي خلق سبع سماوات انطباقة الثمانية التي لا تاسع لها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية التسعة التي لا عشر لها هي معجزات موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام قال له الضابة اذكرها قال له اليد والعصى والطمس والسنين والطوفان والجراد والقمل والتفافع والدم ما العشرة التي تقبل السيادة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها والله يضاعف لمن يشاء من هم الأحد عشر أخلا اني رأيت أحد عشر كوكبا اخوة يوسف ما المعجزة المكونة من أثنى عشر شيئا واذ استفقى موسى لقومه فقل نطرد بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنة عشرة حينا ما هي الوسرة الثلاثة عشر والشمس والقمر رأيتهم ليس جدين فأحد عشر أخا وشمسا وقمرا أي أبا وأمرا هؤلاء ثلاثة عشر ما الأربعة عشر شيئا التي كلمت الله قال له السماوات السبع والأراضون السبع فقضاهن سبع سماوات في يومين ثم قال الله للسماوات السبع والأراضين السبع ائتي فوعا أو كرها قالت آتينا طائعين ما هو القطر الذي صار بصاحبه يونس فالتقمه الفوت وهو مهيم ما هو الشيء الذي تنفسه أعوح فيه والصبح اذا تنفس ما الشيء الذي خلقه الله واستعظمه كيد المساء إن كيد كل ما عظيم ما الشيء الذي خلقه الله ما استنكره صوت الحمار إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ما الشيء الذي خلقه الله من غير أب ولا أم الله لكم وهو أرحم الراحمين من الذين صدقوا قال له قرأ قوله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء قال له ما هي الشجرة المكونة من اثنى عشر غصنا في كل غصن ثلاثون ورقة في كل ورقة خمس ثمرات وقبل أن يجيب على هذا السؤال قال له أجيبك على الغاريات بروا وهي الرياح والحاملات يقرا وهي السعب التي تحمل الأمطار والجاريات يسرا وهي السفن التي تجري على فبح البحر المقسمات أمرا وهم الملائكة الذين عمرهم الله بتقسيم الأرزاء والحسنات والسيئات وكتابتها أما هذه الشجرة فهي السنة فيها اثنى عشر غصنا أي اثنى عشر شهرا في كل غصن ثلاثون ورقة أي ثلاثون يوما في كل ورقة خمس سمرات أي خمس سنوات ثلاثة في الزل المغرب والحشاء والفجر ثلاثون يوما ثلاثون يوما قال له ما هو مجفاح الجنة فوقف البابا صامتا فقال الجالسون تسأله كل هذه الاسئلة فيجيبه ويسألك سؤالا واحدا فتعجز عن الاجابة فقال لهم والله اني اعلم الاجابة تمام الحل ولكني اخاف منكم قالوا له قل ولا تخف نحن وراك فوقف البابا وقال مفتاح الجنة لا اله الا وراه محمد الرسول